ستيف أهلين ستبهيجة أهلين ستبهيجة ولك شبك بشو صافن انت؟ مافيشي مافيشي ماتبهتلك لاتو اخزيني ايوه يدي اخذ عقلك توبرني ايه شبك ليش هيك زعلان؟ مافيشي 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 لا فيشي انت زعلان لان ابوك ما بدا يجوزك مو ايه ايه لا انا مو شعنيك مقروق ايه بلا كذب ستيف بلا كذب انت لحقه عليك يا ستبهيجة الهلا ملقيتين انا بنت حلال انا؟ ايه انت ليش ابوك ماقلها؟ شو بدا يقللي؟ شفتلك ابنت بنت عالم مؤصول وبتاخد العقل بس ابوك مو عاجبتو يا بعدي ايوه مين هي؟ يعني ابوك ماقل لك شو بدا يقللي؟ الهي بعث لحمة شو كرني شو؟ عم اقول البنتي دي شفتها رح تعجبك كتير كتير بس ابوك ليش ما عاجبتو ما بعرف ايوه مين هي يا ستبهيجة؟ اميرة اميرة بنتو لابو راشد البغجاتي ابو راشد البغجاتي؟ اختو العجاج حبيب الباك ايه ايوه؟ من امه وابوه كمان؟ ايه اختو العجاج وليش ما عناك مصدق ستبه؟ ايه سبحان لازي خلقها شو مرباية وترتيبها واكلها بياخد الععل مو هيك ستبه؟ ايه والله يا عمي والسبعتين عام من هيك عيلي بس يعني ليش ابي ما بدا يجوزني اياها؟ يعني انت موافق على بنتو لابو راشد؟ اي شو موافق؟ لقى انا بحصل لي الشراف بس بدك انني يوافقوا جه تقبرني؟ وليش دا حتى ما يوافقوا؟ سبحان الذي خلق اي رجال بتاخد العائل معدل وشغيل لموافقة ترك علي المهم ابوك هو يلي يوافق هي هيك قالت لك يا ابي؟ ايه يا ابي هي هيك قالت لي ها؟ وانت شور اياهاك؟ انا؟ يعني متل ما ابدك متل ما ابدك يا ابي متل ما ابدك؟ بس انا مرح جوزك يا ابي ليش يا ابي؟ لانه عم يقولوا قلها وحمة اكل كل وشها وانا يا ابني ما بديك تزعل مني على هيك جوازي يا ابي؟ يعني هلأ احنا وين مننا نلاقي واحدة حلوة وطويلة وعيونها خضر وشقرة متل ما طلبتم الستبهيجة استبهيجة قالت لك انه انا هيك طالب منها؟ ايه يا ابي هي هيك قالت لي وبصراحة انا بدي اياها بدي اياها يا ابي حتى لو كانت الى وحمة وخلي الشارط الطويلة الحلوة لو حتى غيري يا ابني المرحة الحلوة بتصر الخاطر وبتنسي الواحد تعبه وانا ما بدي اياك تعيش نكد متل ما عشت انا مع امك شبهها امي يا ابي والله انا من الاول بدي ايلك يا صيري ما بدنا نخط بتطوي خلينا نفرح بعجاج على بكير الله محييك يا ابشبلي الله محييك ايه والله لا اعمله عرس ما اصار بكل دومة لا لا دخيلك يا ابشبلي يا عرس ما ارا عن سبيله شانه ما بدنا احدا يعرف انه هو قاعد عندك بدومة يعني مو اتهلا ما عكحق ما عكحق يا صيري بس الا ما اعمله عرس وهذا دين ابرا ابدي كفو يا ابشبلي شو يا ابي عجاج موافع على الكلام اللي قاله خالك ابشبلي ويكون عرسك بعد بكرة معلوم يا ابي معلوم انا ما بقدر اقول لا لو كانت توكلنا على الله يا ابي توكلنا على الله وبعد بكرة راح روح جيب اخواتك وقام واحد من الحارة ونعمل عرس على اده وبعد ما تنتهي مشكلتك لك علي لعمل لك عرس بالحارة مطنطنطنطني مطنطنك له كفو الله يخليلي اياك يا ابي ويديمك فوق راسي ابو ايوب رطلين سكر احمد رطلين مرحبا ابو سطيف اهلية ستبهيجة اهلين اهلية ستبهيجة وليش هيك عم تقولها بدون نفس انتي بتعرفي ليش هيك ستبهيجة بتعرفي بتعرفي بعرف وماني خايفة وسبحان من وفق راسين بالحلال على مخدة واحدة يا ابو سطيف بس انا قلتلك ما بدي جوزوياها لبنت ابو راشد فهميها بقى ما بدي جوزوياها اه روح اروح والله غلطان وما بتفهم انا ما بفهم بعد هالعمر ستبهيجة واجدب كمان لا بطوليسانك عليه ستبهيجة انا من غير شي مبالي طيق تصيك ها اسكو اسكو صحيح انك ما بتفهم ولك حدا بيصحله انه يجوز ابنه لبنت ابو راشد وبيقول لا يا فهمه ايه انا لما بقول لا ما بدي جوزو بنت ابو راشد يعني ما بدي جوزو بنت ابو راشد انتي شو لك عندي لانه مو ما بدك لا ايه ايه بدي جوزو واحدة بيضة شقرة طويلة وعيونها خضر يمتيني ولا عيدها وكمان الجمال مو كل شي يا بصطيف اختي انا هيك وعقلي هيك هلا انا بدي اسألك سؤال انتي لما جوزت مرتك كانت حلوة شي انا من شان هيك ما بدي جوزوها لبنت ابو راشد لابني ما بدي حظو يكون مطل حظي ايه بصيتها بالحارة كان بيرفع الرأس ايه سبحاني اللذي خلقها على رتابتها ونظافتها وتربايتها لأولادها انسوان الحارة كلهم كانوا يتعلموا منا بطبخ بما فيهم انا ولا انا كذابة يا بصطيف والله عم تحكي مظبوط يا ستبهيجي بس ليش يعني ما يكونوا كل هالصفات مع شوية حلاوة ليش ولك مين قالك انه اميرة بنت ابو راشد مانا حلوة امين انا بعرفها وشايفها كمان لبنتها لابو راشد منين بتعرفها وين شفت وشها بعرفها لما كانت صغيرة تجي تشتري من عندي اقضامة مدقوقة ومالضمينة كنت قول سبحان الذي خلقها يا ترى رح تكون نصيب منها البنت وهذا الحكي من انت يا بصطيف منشي عشرين سنة ايه تعشوفها هلا قديت صايرة حلوة تعشوفها هلا يا عديم النظر صارت حلوة؟ وش لون صارت حلوة؟ يعني مو حلوة حلوة متل ما بدا بس صايرة مقبولة هلا امينها من هالسيرة من هالكواني اقليلي شو بدك طلباتك؟ يعني ما عاجبك كلامي يا بصطيف كلامك على عيني وراسي بس هلا ما رح اجاوزو اجلتلو ياها شوي ايه تصطيفي عجام تقبريني لا تواغزيني اتأخرت عليك يا بهيجي وينك يا عمراشد وينك؟ والله داخل ابن دونيك؟ والله لحق معك تقبريني بس خليها لالله ان شاء الله الهي بتروح قتل ام لبشيرة شو ساوت ليه؟ راح تشتكت علي ابني راشد بالمغفور مشان شو؟ قال الخرجي اللي عم يبعت لياها ما عم بتكفي الولاد غرمتوا ليرا زيادة؟ هو قديش كان عم يبعت لها؟ ليرتي وما عم يكفوها؟ قال ما عم بكفوها ايه بعت لها الاولاع الهي ايه انا طولي وعرضي ما بصرب الجمعة ربع ليرا بدي تتبهنك تقبريني بدي تتبهنك على حساب ابني راشد بس الله يصلحك يا ابو راشد على هالجواز اللي بلاتنا فيها ايه بعت لها دا اسل الالهي امي ام راشد امي امي ساوينا شي نشرب ورح دم بغرقنا فيه ايه مو تكرم عينك يا بهيجي اميرا؟ يا اميرا؟ قولك لا مين عم تنادي؟ اميرا عند اخوها عجاج بدومها لا توازيني بهيجي خام اخذ لساني على اميرا لانه ما احد يلبيني بهالبيت غيرها حفيزة؟ دا خيلي كلها حفيزة تعملي الشرع بالورد يه ليش بقى؟ قولك هاي بخيلي هلق بتعملي الشرع بالورد لا بطعم ولا لون ولا ريحة تكرم عيني انا رح اساويلك شرع بالورد بايداي يسلم اوديكي الهي قال حفيزة تساويلي الشرع بالورد مراشد انظم منها من بعد شرع بالورد يلي بتساويلي اميرا ما حدا يشرب شرع